اشتعتقد اشتترجى من قوى سياسية سنة كاملة ما تشكل حكومة ما لعلاقة ماذا يقول هذه الكتلة وتلك التجمع وادارة الدولة وهذا التيار وذاك القاد كلهم ذن ما اشتريهم تبريراتكم الفلس ذن نقعوهم وشربوا ميهم انتم قوى اضطر المجتمع الدولي اليوم ان يخاطبكم وان يحذركم وان يلزمكم بالحوار لكن انا اسأل على ماذا تتحاورون بعد بيان الامم المتحدة ما هو جديدكم الولد اليوم طاروا الى اربيل اللي يلتقوا بالسيد مسعود البرزاني انهاتوا مرشحكم طيب هو مرشح رئاسة الوزراء الان متفق عليه من قبل المكون الشيع الاكبر والى متى ستبقى هذه الصور طيب لماذا لا تسمعون الخطابات لماذا لا تتفاعلون مع ردات الافعال لماذا تعتقدون انكم ما زلتم اقوياء في المشهد السياسي بعد نكبات انتم والشعب يدفع ضحاياها ويدفع ثمنها شنو ذنبنا احنا نروح للانتخابات او نروح للانتخابات اللي هم 17% من جمهور زبائن يقولكم الى الان ماكوا موازنة والسنة 23 على الابواب والانتخابات بال21 والشعب ما يعرف شلون يصرف لانكم كل لديه رؤية يريد ان يشكل حكومة انا افهم بالسياسة انه القوى السياسية التي تحكم وان اختلفت عقائدها وتوجهاتها ومشاربها في وقت الازمات تستاجل تشكيل الحكومة مهما اختلفت لانها تريد ان تمر الازمة انا ما شايف قوى في وقت الازمات التي هي تعيشها والضغط الشعبي من جهه تراكم هذه الازمات انا ما ادري انتم من اي صنف سياسي اشتركوا في القناة